السلام عليكم طلاب محاضرة الانتنات ثيوري معكم دكتوريا سرزاهدي هذه المحاضرة رح ناخذ ان شاء الله البات سيكس اللي هو يمثل الرادياشن ميكانيزم وتكمله على الانواع الاخرى من الرادياشن ميكانيزم احنا بالمحاضرة السابقة اخذنا على الرادياشن اللي يصير بالسنجل واير بالسورس اللي يعتبر سنجل واير اخذنا طبع ملاحظة مهمة كانت موجودة بسلايط سيكس part 5 واللي كانت تقول to create radiation there must be a time varying current or an acceleration or deceleration of charge اذا حتى يصير عدنا الرادياشن بالسنجل واير لازم يكون عدنا time varying current طبعا ندري التيار لازم يعني الشحنات موجودة وجهة تحرك بوحلة الزمن حسب اخذنا او بالطريقة الاخرى انه راح نركز شنو ان يكون عدنا acceleration or deceleration الحالة انه هي هالحالة معناه التشارجز جايز سيصير عاملية تعجيل تسارع او تباضع تعجيل او تعجيل معاكس نقدر نقول قلنا deceleration هو التعجيل معاكس نفس الexceleration بس negative part هذا الشي راح يخلي يصير عدنا الرادياشن واخذنا وقتها ثلاث حالات الحالة الاولى قلنا اذا عدنا single wire والشارجز اصلا ما يتحركن الشحنات فما راح اصير عدنا اي رادياشن ماكو اي اشعاع لكن الحالة الثانية قلنا اذا الشارج is moving with a uniform velocity يعني الشحنات او الشحن تتحرك بسرعة ثابتة ثابتة جدا لما تكون السرعة ثابتة جدا معناه ماكو تيار لانه التيار موجود لكن ليس time varying لاحنا نريد شنو يصير عدنا اكو هو تيار لكن قلنا احنا لازم التيار شنو يكون time varying current فهنا راح يكون ماكو تيار time varying يعني ماكو تيار متغير راح يكون ثابت وبهالحالة راح اصير عدنا حالتين يأما الحالة الاولى راح اذا الواير هذا السنجل واير راح يكون ماكو اي اشعاع بي no radiation اذا هذا السنجل واير straight مستقيم مستقيم طبعا الى ما لا نهاية infinite يعني حتى لو حالة مثالية نعتبرها لكن نعتبره مستقيم جدا الى ما لا نهاية وماكو تيار متغير يعني تيار بي ثابت الحالة الثانية اللي هو البي there is radiation اكو اشعاع اذا حالة انه الواير يكون بيفد عملية تغير ممكن يكون curved اخذنا ممكن يكون bent discontinuous terminated و truncated فبهالحالة راح رغم انه الحاجز جاي تتحرك بسرعة ثابتة لكن مع ذلك راح غيرنا احنا بالواير بشكل الواير حنينا شوي صار عدنا acceleration يتغير ايضا بالتيار صار متغير فصار عدنا عملية radiation الحالة الثالثة قلنا if charge is oscillating in a time motion it radiates even if the wire is straight الحالة الثالثة قلنا اذا اصلا احنا عدنا الشحنات اصلا جاي تتغير oscillating عدنا شان حالة التيار متناوب اصلا هي جاي تتغير من البداية فحتى الواير لو ستريت راح يكون عدنا radiation لانه هي اصلا اكو عملية deceleration اكسلراشن اكو عملية time varying current فاوكي راح صير عدنا radiation هاي بحالة single wire اليوم ان شاء الله راح نكمل على ال two wires حالة ال two wires نشوف شون راح صير عملية ال radiation بالالكتروماغنتي بالالكتروماغنتيك ويفز بالfree space طبعا احنا جاي ناخد let us have a two conductor transmission line with antenna خلنا نلاحظ هذا الشكل المبسط عدنا احنا two wires الان two wires ونلاحظ ندن two wires هذا يمثل جزء لترانسميشن line اللي يسوي مثل ما ذكرنا سأبغان سوي guiding لل waves يوجه الموجات او الاشارات اللي راح تحرك به الاشارة الكهربائية بعدها هذا الجزء راح يمثل انتنة لما بعدنا ال wires عن بعضها بعضة يعني many wavelengths على كثير من ال wave lengths الدستانس بيناتهم بعدنا فصر هذا الجزء يمثل انتنة وهذا الجزء يمثل الترانسميشن line now let us apply a voltage across it الان راح نسلط voltage source على ذني two conductive wires هذني ال wirring ال conductors الموصلات الثانية هذا ال voltage source اللي خلينا طبعا ما دان راح نخلي voltage source اكيد راح يصير عدنا شنو الشحنات راح يتم رسالها داخل الترانسميشن line طبعا عندنا الشحنات راح يرسل داخل الترانسميشن line اخذنا سابقا ان الشحنات بيناتها راح يكون عملية بالelectromagnetic theory راح يكون عملية force بين الشحنات that's why electric field between conductors will be created مادام راح نرسل الشحنات راح يصير عدنا electric field بين ذنين conductors الموصلات راح يتم يعني انشاء an electric lines of force are associated with it راح صير عدنا line of force لانو نعرف انو لمن صير عدنا electric field بين الشحنات ما عطا عدنا فات force معينة electric force صارت بيناتهم خلينا نشوف بها الصور اذا هنا صارت عملية الشحنات من هذا المصدر هنا وهذا الجزء الاخر من السوس موجب سالب موجب سالب اول جزء خرج من الشحنات من المصدر هنا راح يتحرك طبعا ورح يوصل هنا ملاحظ هذا الجزء الوراء وهذا الجزء الذي يجي وراء وهذا الجزء الاخير ومن راح يجي جزء سالب وهكذا نلاحظ انو عدنا موجب سالب جزء To exhibit the distribution of charge The lines, the electric field lines بين ذلك الموصلات الثانية راح جاي تفهمنا أو تعرضنا عملية توزيع charges جاي نلاحظ the electric line forces القوة, the force, the electric forces جاي يصير جاي تصلط من الموجب على السالب هذه هي أيضا جاي كلها هنا أيضا موجب إلى السالب هنا أيضا موجب إلى السالب We assume that the voltage source is sinusoidal and then we expect the electric field between the conductors to also be sinusoidal جاي نلاحظ أنه the voltage source جاي ينفرض the sinusoidal وطبعا electric field بها الحالة هذا الجزء السالب sinusoidal النص موجب النص الآخر يكون سالب generate electromagnetic waves enter the antenna along with the electric charges هذه الألكترون بالإضافة للشارجز اللي هنا جاي تصير جاي تتحرك بالترانسميشن لين جاي تروحوين بالأنتنة جزء الأنتنة جزء الأنتنة هسا جاي نلاحظ أن الأنتنة إلى هذا الطول ماتة إلى هنا وجاي نلاحظ راح تمشي إرشارجز إلى هذا الجزء لكن لازم بالأخير يصير عندنا عملية termination لازم راح ينتهي هذا الأنتنة راح صير بي قطع يوقف الطول ماتة وراح ينقطع وراح تصير تشارجز توصل إلى مرحلة إنه ماكو conductor هنا خلنا نشوفه هنا لذا إذا نقوم بتسهيل أو توضيح عملية رؤية هذه الأنتنة لاحظوا هنا نحن عندنا هنا بلس ومينس بلس ومينس بلس ومينس هلاني الحارجز الموجودة وهاي الفورس اللين أو الفورس بيناتهم القوة بيناتهم وجاي تمشي من الترانسميشن لين وجاي تروح بالأنتنة هسا الصور هنا لو الأنتنة واصل ليهنا راح تكون هاي الحارجز اللي وصلت هنا لازم وين موجودة بالفري سبيس بالهواء تقريباً أعتبر الفري سبيس هو راح تكون بالهواء بدل ما تكون هنا على هذا الخط راح تكون بالهواء لذا خلينا نقطع هنا الأنتنة ونشوف راح نقطع إلى هنا الأنتنة إذن الشحنات اللي كانت هنا هي بالحقيقة هسا من تحركتها جاي تتحرك راح وين تروح هنا مو بالخط مو بالكوندكتا مو بالموصل راح تروح بالهواء ولما راح تروح بالهواء راح تصير تتحول إلى فري سبيس إليكتر ماغنيتيك ويبز راح تصغير ويبز تنتقل وين بالفري سبيس بالوسط الناقل اللي هو خلينا نعتبره هنا الفري سبيس اللي هو الهواء خلينا نعتبره كشي تقريبي وطبعا الرنمان راح تكون بالفري سبيس راح تنتقل على شكل موجات عن طريق هاي اللاين فورسيز اللاين فورسي هنا راح تتوصل بينات هذا اللاين يتوصل وللاين مع الموجة التي تحمل الموجة الأخرى ماته مع سينيسويدل هذا الجزء وهذا الجزء تصير موجة كاملة تتوصل وتنتقل بالهواء خلينا نلاحظ الآن نشوف انه الهواء تتوصل بيناتين من التقل الموجة للفري سبيس الهواء راح تطلع إذن هذن الالكترق الهواء عندنا هنا اخبار لكن لما رح تطلع بالهواء راح هذا اللاين يصير التصار ويامن مع اللاين للجزء السابق من الفورسين وراح تنتقل كموجة خلينا نشوفوا بها الصور إذا هنا راح تطلع عدنا الفري سبيس ويف هاي الفري سبيس ويف تلاحظون أنه تفثل اللاينز هذا الجزء اللي كان سابقا موجود بالأنتنة قبل لانقطع كده التوضيح نفس الحالة هنا هذا الآمن راح يجي هنا منتهت إلى هذا الجزء الكوندكتر راح أيضا يكون بهالصور يصير هاي الوايف طبعا الوايف الأولى راح تنتشر وتبتعد وراح تجي هذا الجزء هذا وهذا كله يتوصطن بيناتن أيضا بالفري سبيس انطلق دين الداش لائنز ويتكون عبارة عن ويف موجه موجه بالفري سبيس وراح تنتقل هكذا طبعا once the wave is initiated it will travel outwardly من راح بالموجه تتكون راح تبدي تنتشر travel عن تسافر هنا تجيب ما على تنتشر propagated والوراها أيضا راح تكون لكن هاي الوراها راح تكون أيضا تتكون في حالة إذا المصدر جاي يرسل شحنات لو نوقف المصدر لو نصور أنه هذا المصدر يتوقف الشحنات اللي هنا اللي أورادي طلعت من المصدر راح تكمل راح أيضا تنتشر كويف لكن شحنات جديدة ما راح تجي هالصورة مثلا هاي الوايف راح تكمل لكن بعد الوراها إذا ماكو أي شحنات راح يوقف الانتنة عن ال radiation عن الاشعاع خلينا أخذ هذا المثال example of wave traveling from a biconical antenna راح نأخذ هذا المثال على ال biconical antenna اللي يعتبر broadband dipole antenna يعني dipole antenna لكن مثل اللي أخذنا السابق نتكلم عن dipole antenna بصورة مختصرة لكن هذا broadband اللي يتردد كثيرا نحن نريد موضحها هو عمية الانتشار مع الموجة نفس الحال عدنا هنا source راح يكون لازم موجود بال biconical antenna هذا الصورة راح يمدنا بالشحنات هاي الشحنات أيضا طبعا راح يكون الانتنة لما راح توصل للشحنات أيضا نفس الحالة تحاول انه تنتقل مثل الآن من شرحنا بالسلايد الفائت راح تحاول تنتقل وين كfree space wave إذا كأول حالة راح تطلع عنا اللي هي free space wave هنا وجدت الموج الشحنات وانتقلت إلى الهواء وصارت free space wave طبعا هذه الشحنات إذا المصدر بعدها جاي يمد بالطاقة بالشحنات فرح تجي شحنات جديدة وتصير أيضا free space waves بس طبعا هذه free space wave اللي أطلقت أول مرة جاي شنو تنتشر بالfree space بالوسط الناغ جاي تنتشر فرح تصير أبعد وبعدها راح تجي إذا أكو شحنات جديدة توصل هنا أيضا لأنتنة ويكون توصل لfree space termination ماكو بعد توصيل ورح تنتقل أيضا كfree space wave وهكذا راح تستمر عملية مادام عندنا المصدر يولد الشحنات ويعطي لأنتنة الشحنات فرح تستمر هذه أيضا هذا هنا أيضا راح تبتعد ورح تجي واحدة بمكانها وهكذا لكن إذا توقف الإرسال مع الشحنات راح بعد فقط هذه الشحنات راح تنتقل والأنتنة بعد ما راح يرسل أي موجات أي free space wave يعني الأنتنة راح يتوقف عن ال radiation ذاكرة نوضح بهذه figures عملية ال radiation الطريقة اللي جاي يصر عملية ال radiation بحالة ال two wires وهنا أخذنا مثال ال bioconical antenna حتى تلاحظون عملية إشعاء الموجات بال free space إن شاء الله نكمل على المحاضرة الجاية ترجمة نانسي قنقر